أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم صرف نصف المستحقات المتراكمة عليها للموظفين العموميين إضافة لراتب شهر تشرين الثاني الماضي يأتي هذا بعد إعلان وزير الشؤون المدنية تسلم كافة مستحقات أموال المقاصة من سلطات الاحتلال عصر اليوم حولت وزارة المالية في حكومة الاحتلال مستحقات الفلسطينيين من أموال المقاصة كاملة حسب ما أعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ خلال ستة أشهر من عدم استلامها لأموال المقاصة اتبعت السلطة الوطنية سياسات تعتمد على الاقتراض من البنوك في ظل توقف الدعم الخارجي هذا بالإضافة لمنحها لموظفيها العموميين أنصاف رواتب طيلة الفترة الماضية وحديثها عن تقنين في المصاريف التشغيلية لمؤسساتها وخلال هذه الفترة تراكم على الحكومة الكثير من الديون الحديث اليوم عن أوجه صرف المقاصة من مستحقات للموظفين وسداد لديون البنوك نهيك عن المصاريف والمستحقات الأخرى وأن استعادة أموال المقاصة من الاحتلال سوف يساعدنا بالخروج من الوضع المالي الصعب الذي فرضه علينا الاحتلال وتبعات جائحة كورونا وصفقة القرن وانخفاض المساعدات الدولية بشكل كبير سوف نعطي رواتبكم أولوية في السداد ثم نقوم بتسديد استحقاقات القطاع الصحي مساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل ثم المقاولين وصغار المزودين وعطاءات الإمداد والتجهيز للأجهزة الأمنية وسداد كروض الحكومة من البنوك المبلغ الذي تسلمته السلطة الوطنية يقدر بثلاثة مليارات وسبعمائة وثمانية وستين مليون شيكل يبلغ مجموع مستحقات الموظفين منه مليارين وثلاثمائة وخمسين مليون شيكل ستدفع الحكومة نصفها للموظفين يوم غد فيما تطالب البنوك الحكومة بدفع أربعمائة وثمانين مليون شيكل كجزء من ديونها أما اتحاد موردي الأدوية فيطالبها بدفع مائة مليون شيكل من قيمة مستحقاته من جهتها تفكر الحكومة بدفع مائتي مليون شيكل للمستشفيات ومثلها لهيئة التقاعد مع تسلم أموال المقاص فإن العديد من قنوات الإنفاق تنتظر الحكومة الفلسطينية اليوم بدايتها ما تبقم للموظفين العمومين من رواتب منذ شهر مايو أيار الماضي حتى نوفمبر 22 الفائت هناك أيضا مستحقات مهمة على الحكومة الفلسطينية لصالح القطاع المصرفي الفلسطيني عديد اتفاقيات القروض ما بين القطاع المصرفي الفلسطيني والحكومة كان أجل السداد هو مرتبط بتسلم أموال المقاص هذا المبلغ يتراوح ما بين 350 إلى 400 مليون دولار أمريكي ستسحب مباشرة في هناك مستحقات على الحكومة أيضا لصالح الموردين والقطاع الخاص الفلسطيني كل المبلغ الذي تم تسلمه اليوم بقيمة مليار و100 مليون دولار أمريكي لن يكون قادرا على سداد كل المستحقات المالية على الحكومة الفلسطينية خصوصا بالتزامن مع تراجع المنح والمساعدات الخارجي خاصة العربي التي تراجعت بنسبة 86% والمنح الخارجي التي تراجعت بنسبة طفيفة لم تتجاوز 10% خلال العام الجاري مقارن مع عام 2019 الأرقام التي يدور الحديث عنها تشير بطريقة أو بأخرى إلى أن هناك عجز في خزينة السلطة الوطنية التي تعتمد بشكل كامل حاليا على أموال المقاصة في دفع مصاريفها التشغيلية مما يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني برمته ويجعله رهينة للاحتلال وشروطه وإجراءاته هذا الاقتصاد الذي يعاني أصلا من أزمة كبيرة في ظل تفشي جائحة كورونا من مدينة رمال المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا